أولا بخصوص الموضوع الأول المتعلق بموضوع الاجتماعات المزمع عقدها مع أسرات رجال ونساء التعليم أولا هذا الموضوع حضي بمناقشة مستفيدة وبمناقشة عامقة من طرف مختلف أعضاء الحكومة وطبعا سيد رئيس الحكومة حيث تمت مناقشة هذا الموضوع بكل ما يتطلبه من المسؤولية والجدية وأيضا بكل ما يتطلبه من الاهتمام أولا موضوع الحوار الحكومة كانت حريصة دائما ومنذ اليوم الأول على أن الحوار يجب أن يبقى مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات التي تمثل رجال ونساء التعليم وسيد رئيس الحكومة في اجتماع الأغلبية الذي انعقد مؤخرا عين لجنة تتكون من سيد الوزير القطاع المعني وأيضا من سيد الوزير المكلف بالميزانية والسيد الوزير المكلف بالشغل الحكومة الآن موجودة واللجنة موجودة وهي مستعدة للجلوس حول هذا الموضوع بسرعة ووقت ما عبر هؤلاء النقابات وكل المهتمين بهذا المجال برغبتهم في ذلك فالحكومة تفتح الأبواب ومستعدة للحوار حالا بدون أي إبطاء حول مختلف القضايا التي تتير تخوفات رجال التعليم طبعا الاجتماع الغاية منه هو تجويد هذا النص تبديد التخوفات وإيجاد أفق مشترك بين الحكومة وبين رجال ونساء التعليم من أجل طبعا حل هذه الإشكاليات المطروحة وضمان عودة التلاميذ إلى أقسمهم فالحكومة مستعدة ومنذ اليوم الأول الذي عين فيه السيد رئيس الحكومة هذه اللجنة للإشتغال بأفق من الاستماع والحوار والإنصاط والتشاور من أجل إقرار نظام أساسي يلبي مختلف طموحات لطموحاتنا جميعا في إقرار الجودة التي نطمح لها جميعا حكومة ومختلف رجال ونساء التعليم ترجمة نانسي قنقر